الحاجة الثالثة وهي متعلقة بالنادي الاهلي ان شاء الله الفريح هيستأنف تدريباته غدا بيت سمو سيماني وصل فجر اليوم بعد اجازة حوالي اسبوع 10 ايام في جنوب افريقيا اليومين اللي فاته وكان فيه مشاورات ومنقشات في فكرة مين هيكون الجهاز المعاون ليه مدرب عام فيه محل الأداء كان سافر ركيب تاون قاعد فيها يومين بيحاول يشوف الموضوع دوت لكن عموما بيت سمو سيماني وصل الفجر هتبقى فيه اجتماعات خلال الساعات اللي جاية بقرة تمرين ان شاء الله اول مران بعد الاجازة هيكون الساعة 6 عقب طبعا المغرب صلاة المغرب هيكون اول مران لفريق النادي الاهلي باذن الله الدوليين بعد وصلهم بالامس هيكون اول مران ليهم يوم السبت القادم باذن الله طبعا انت عندك بقى لعبة دولية محترفين في الخارج عندك أليو ديانج مع مالي عندك علي معلول مع منتخب تونس عندك كالويس ميكسوني كان بيلعب النهاردة مع موزنبيك بيرسي تاو كان بيلعب مع منتخب جنوب افريقيا بالامس واحرز هدف وللأسف لم يحتسب وكان متسلل او يعتبر الحكم حسب وتسلل لكن الهدف كان صحيح عندك عدد من المحترفين اكيد هيصل خلال الساعات اللي جاية ويكون فيه برنامج تأهيل اليوم الفترة الجاية وتحديدا بيرسي تاو بيتس موسماني طلب من الجهاز الفني اعداد برنامج بدني قوي جدا لبيرسي تاو خلال الفترة اللي جاية لتحضيره في المباراة الصفقات الجديدة طبعا موظم اللي قناهم من ضمن الصفقات الجديدة كمان كريم فؤاد كمان المعارين احمد عبدالقادر وعمار حمدي كل دول هنسجموا طبعا ويخشوا التدريبات خلال الفترة اللي جاية ملف الصفقات انتهى اتقفل اعتقد بتصرحات امير توفيق مدير التعاقدات بالامس اقفل الملف مفيش اي مجال الاجتهادات مرة اخرى ملف الصفقات انتهى وحالين بيتم الاتفاق على اعارة عدد من اللعيب عشان تكوين القايمة النهائية اللي هتقدر تشارك معاك في المسابقات المحلية والمسابقات الافريقية